السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مصلي وسلم على أشرف المرسالين ورحب بكم جديد دائما معكم سيف موضوع اليوم مهم جدا لذا أكمل للآخر نلاحظ أنه لدى بعض المربين طيور حسون تختلف ألوان الوجه لديها هناك من لديه وجه أحمر قاتم أو لون برتقالي على الوجه وكذلك لون أصفر أو لون أحمر مشبع بالسود أولا يجب أن نفرق بين طائر الحسون الفاربا والآنيق بالنسبة لطائر الحسون الفاربا يكون دائما لون الوجه أحمر مشبع بالسود هذا في الطابعة ولون وجه طائر الحسون الآنيق يكون لون أحمر قاتم بالنسبة للطائر التفاحي كاللي يقوله كاماتشو كاللي يقوله الدوزيام كاللي يقوله النينو المهم عدة أسماء نلاحظ أن هذا الطائر في الطابعة يكون لون الصدر أحمر ولون الوجه أحمر لكن عند دخوله إلى القفص وتغيير الوجه ولا تمتجنته في القفص يصبح لون الصدر والوجه رمادي إذن ما هو السبب؟ نحن سنتكلمه إن شاء الله كما قلنا على طائر الحسون وطائر التفاحي يعني لماذا تختلف ألوان الوجه لدى هذا الطائر؟ شوف بالنسبة للون الأحمر من يجبه الطائر؟ يعني من أين يأخذ طائر الحسون وطائر التفاحي اللون الأحمر؟ هناك عدة نباتات هي السبب الرئيسي لهذا السبب وكذلك هذه النباتات تحتوي على البيطا كاروتين يعني البيطا كاروتين هو السبب في السبغة الحمراء التي تكون على وجه الطائر صحة ما هي النباتات التي تأكلها الطيور باش تمدلنا هذا السبغة الحمراء على الوجه أول شي اللي لازم من الحاجة اللي لازم تكلمو عليها بالنسبة للناس اللي يعقدوا فرخ حسون كيبدأ في غيار الريش يطلع باللون البرتقالي ولا اللون الأصفر ممكن إحنا نقولوا السبب هو عدم إخراج الطائر للطبيعة كأن بعض المربين يخلوا الفرخ في داخل علبة يعني يديروا في كارتونة ولا يغطيه يخرج له هذا اللون شوف أول شي الشمس عندها دخل يعني الشمس والطبيعة عندها دخل لكن 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 نباتات هذه هي الأساس يعني مستحيل أنك طائر تباحي تقدم له الاستحمام تخرجه للطبيعة تقدم له تشويس تشميس عقوا لكن ما يكسبش اللون الأحمر وهذا هو السر لأنه من سنوات مضت كنا نبحث عن هذا السر كنا نبحث عن السبب الذي يجعل طائر تباحي ولا طائر الحسون في الطبيعة يكتسب اللون الأحمر وعدنا في القفص بالنسبة للطائر الحسون رهي جيد لون الأحمر لأنه داخل بتشكيلة الألوان لديه كما هك خلقه ربي لكن كان يتلقاه أحمر وكان يتلقاه لون برتقالي ولا لون أصفر إذن هنا نعرف أنه كاين سبب ولا كاين نباتات اللي تخلي طائر الحسون يكتسب هذا السبب أول شيء كاين نبتة الأوريغانو يعني الأوريغانو ولا الأوريغانو كل واحد واش يسميها كاين نبتة المريمية وكاين نبتة البرتقوش هذه النباتات تقريبا هذه الثلاث أنواع عن نباتات تشبه النعناع إلى حد ما كاين بالطبيعة هذه يأكل منها طائر الحسون ويأكل منها الطائر التفاحي طائر التفاحي يأكل منها كثير كثير لأنه طائر الحسون بالطبيعة يبحث عن البذور أكثر من طائر التفاحي طائر التفاحي أغلبية الأطعيمة عنده نباتات برية معانتها هتلقاه يأكل بالزاب النباتات البرية ويأكل التراب ووقت اللي كنا نصيده عارفوا هذا الشي يعني الناس اللي تصيد تعرف هذا الامر انه طائر التفاحي عايش الاكثرية بالنباتات البرية اكثر من البذور صحة. عدنا الهنديباء الهنديباء كلكم تعارفوها بالنسبة للفوائد اللي فيها كذلك هي اللي تمد الصبغة الحمراء اللي تكون على وجه طائر الحسون ولا طائر التفاحي. عدنا الفلفل الحار باين يعني الفلفل الحار لونه احمر. عدنا الجازر كذلك يعني كاين الناس دير مسحوق الجازر كل واحد كيفاش يخدم. وعدنا السبانغ السلق السلق كذلك. شوف نعطيكم واحد الفكرة ديرها في راسك. انت يعني انت ترى هذا النباتات ولا اوراق هذا النباتات خضرة لكن هي مشبعة بالبيطة يعني بالصبغة الحمراء من الداخل. كذلك كاين القرعة وكاين البروكلي. هذو كلهم كي ما لك تشوف بهم انتها ما يبالكش بهم اللون الاحمر. لكن مشبعين بالمادة هذه البطاق كاروتين اللي تقدم الصبغة الحمراء. كذلك هي اه ليتمد الفيطامين ا للطيور. يعني دايما فيها الفايدة. مختصر القول انه انت كمربي طائر الحسون لك حاب اذا كنت تريد جعل لون وجه طائر الحسون احمر قدم هذو النباتات. ما الوريغانو اشتهية ولا ما عربتش المريمية ولا ما عربتش البرتقوش. يعني البرتقوش كاين ناس تعارفوا بزاف. كاين الهندي باق. كاين الفلفل الحار الاحمر. كاين الجزر. كاين السبانغ. كاين القرعة. كاين البروكلي ما عندها هذو كامل متوفرين. نور مامو نور مامو اه الموضوع الله غالب. هذو الموضوع نور مامو تزيد اه نروح نصول لكم حتى النباتة. لكن تلقاوها يعني تلقاوها في جوجل تبحث في جوجل ولا تبحث في اليوتيوب تلقى النباتات هذي وتشبها تقريبا هذو ثلاث انواع اللولة المريمية ولا البرتقوش ولا الوريغانو هذو تلقاهم يشبهوا للنعناع. هذي كي تغيب لك تروح تبحث عليهم في اليوتيوب ولا تبحث عليهم في جوجل. ان شاء الله باش تقدر تزرحهم ولا تجيبهم مطابعة وتقدمهم للطيور انتاعك. جماعة اللي يحبوا ولا الناس اللي رمي يربوا ولا ينتجوا عندهم ولا يجيبوا البيض انتاع طائر التفاحي هذي هو السر اللي خلي الوجه طائر التفاحي واللي احمر قاتم هو والصدر. اما طائر الحسون قلنا طائر الحسون صايت تقدر تمدلو الهندي باء الفلفل الحار تقدر تمدلو لقيتلو انتها البريمية او البرتقوش ما وش مشكل. لكن اه ما تقولشها ودي السيف راه راه صعب لنا في الامور ونع الطيور من البكرين ربيها ودير له الاحمر. لا لا. ركنت تمدلها على الاقل نوع واحد. مع انها ركنت تمدل على الاقل النبتة واحدة هي اللي يتخلي الوجه الحسون يقول لي احمر قاتم. صحيح. ان شاء الله اه نكونوا لحقنا المعلومة. اه معلومة بسيطة والموضوع كان بسيط جدا. حتى نزيدو نفهمو في امور اخرى ان شاء الله وندلو لكم مواضع. نلتقي في موضوع اخر وشكرا.